هذا وقد أكد نائب مندوبي مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية على ضرورة وقف الأطراف المتصارعة بالسودان للقتال فورا لحقن دماء الشعب السوداني وحذر نائب مندوبي مصر بجامعة الدول العربية من مخاطر التدخل الخارجي في صراع السودانية مشدد على خطورة محاولات تدويل القضية فإلاء الأولوية لمصلحة الشعب السوداني يجب أن تظهر من خلال مبادرة الأطراف ببذل كافة مسعيها لحقن الدماء وهو شرط أساسي للعودة للحوار السياسي الحتمي الذي يمكن من خلاله حل الأزمة بشكل شامل وبما يعالج أسبابها الجذرية ويلبي تطلعات الشعب السوداني من استقرار وتنمية وهنا تتقدم مصر بخالص التعازي لضحايا الشعب السوداني الشقيق جراء الصراع الدائر أثبتت العديد من التدخلات الخارجية بغض النظر عن النوايا المعلنة أنها لا تأتي بالخير للدول وشعوبها وتفتقر للخبرة الكافية بما يؤجج الصراع ويعمقه ويقود سيادة الدولة ووحدة أراضيها ويهدر مقدراتها لأجيال قادمة كما ينذر بتوسيع نطاق الصراع ليأخذ أبعاداً إقليمية وخيمة وتحذر مصر من أي محاولات للمتاجرة السياسية بالأزمة أو تدويلها لتحقيق مكاسب لأطراف خارجية على حساب دماء الشعب السوداني ترجمة نانسي قنقر